ايه موقفك من مشروع الجراج؟ فيه طرح كده جاسب كتير عن أنه ممكن تعمل جراج داخل نادي الجزيرة زمالك جراج يستخدمه غير عضاء النادي لا لا يمكن أعمل حاجة سمعت عن القصة دي أكيد أنا سمعت طبعا ترتيش كلام على أنه في حاجة وجنينة الأسماك لن توافق لا يمكن ايه موقفك من العضويات الفخرية؟ أنا ضدها تماما رياضة مهملة جدا في النادي ايه موقفك من الرياضة؟ لأن النادي أصبح يعني يعني بقينا مهتمين بالجزء الاجتماعي وده لطيف لكن ماذا عن الرياضة؟ الرياضة يا فندم لقناها لما لفنا في كل حتة يعني لقناها مهملة بشكل غير معقول لدرجة أن الناس بتجيب تيشورتات هي ذات نفسها وبتجيب الكور وبتوقع الهنبول ما عندهمش ملاعب فمش عارف كل ده طبعا في 6 أكتوبر حيلقوه في خلال السنة الأولى لكن الرياضة محتاجة طبعا تمويل أكبر وبجيتس أكبر ولازم احنا نهتم بيها ولازم نجيب الولاد الزغيرين ونزود الكوادر يعني الزغيرة النهاردة لما بدأوا يعملوا أكاديميات مثلا الهنبول اللي كان ابتدأ يتصف عندنا بعد ما كنا أبطال النهاردة بقى فيه حوالي مثلا 490 ولد زغير وبنت في الأكاديميات فلازم نشجع الأكاديميات ولازم طبعا ننظم الرياضة لأنه رياضة المشكلة أنه بنجيب حد وبنحطه بنقوله يلا نعمل رياضة لأ فيه كوادر ولازم يبقى فيه هيكلة ولازم نعرف مين اللي جان ولازم نهيكل اللي جان ولازم كل الناس تعرف بتعمل إيه وما بتعملش إيه إنما تتساب كده ونقول عايزين رياضة أفتكر أن ده كلام مش إزاي وده سؤال جالي من أحد الأعضاء يعني إزاي تحافظ على هوية نادي الجزيرة الخاصة وإحنا في مرحلة أو يعني النادي بصراحة فيه منافسة شرسة مع نوادي الاستثمارية ونوادي الكمباونز بص يا حضرتك أنا من المؤمنين بدليل إن قلت حجيب 6000 عضو حامل حامل أنا من المؤمنين إن نادي الجزيرة ده يعني حاجة ما حصلتش في العالم من أحسن وأحلى النوادي اللي موجودة سواء يعني موجودة في مكان مفيش في العالم زيه زائد الأعضاء الأعضاء قيمتنا في أعضاءنا أعضاءنا يعني النخبة وناس كويسين جدا وناس كلها على مستوى راقي جدا فكل الرقي بتاع الأعضاء ده مخلي البراند بتاعنا دي الجزيرة زي اللقلقة وبالتالي فعشان كده أحنا نقدر نفتح في 6 أكتوبر نقدر نفتح في أماكن تانية ونناوية إن شاء الله وليس من خلال خطة أتقالت اسمها المطور العقاري ولكن من خلال خطة أخرى أنت ضد خطة المطور العقاري؟ أنا اللي قلت عليها فاند أنا اللي أصلا قلت نعم المطور العقاري وعرضتها على عمر بيه ولكن فيه فرق ما بين الفكرة وفيه فرق ما بين تنفيذ الفكرة تم الصربعة في أنه تتعمل مزايدة في 17 يوم وده كان غلط ولم تعرض أصلا الفكرة على جماعية عمية غير عادية الأول نعل جماعية عمية غير عادية يوافق على الفكرة وبعد ما يقوله أوكي نعمل جماعية عمية غير عادية ونعمل مزايدة أستاذ شريف ليه الناس عضاء الجماعية العمومية ينتخبوا حضرتك وما ينتخبوش السيد عمر جزارين؟ أولا عايز أقول أنه الأستاذ عمر جزارين راجل صديق وعلاقتي بيه فوق الممتازة لحد دلوقتي؟ طبعا فوق الممتازة معرفش طبعا بعد ما أنا دخلت في الانتخابات حصلية لكن وطبعا حتى بعد ما استقلت؟ ده أنا لغاية رمضان كنا بنقل مع بعض وبيقولي أن نعمل ليه في كذا ونعمل ليه في كذا ما هلكش إرجع ما بلاش وما حاولش أنه هو وقت ما أنت استقلت كذا أنه يرجعه؟ لا حاب يرجعني بعد مدة طويلة جدا بدون ما يحل المشكلة اللي أنا صممت أنه لازم لها حل لكن فكان عايز يحلها بطرق أخرى طب ليه الناس تنتخبه وما تنتخبش عمر جزارين؟ ناس تنتخبني عشان أنا بشتغل بجماعية ومش بطريقة انفرادية وأنا عندي تيم قوي جدا وعارف أنه الشغل الجماعي دائما وأبدا بيكسب أي شغل تلت وعود ستتعهد بها في السنة الأولى؟ أولا الشفافية دي أول حاجة هعملها ثانيا ملاعب مفتوحة في نادي الجزيرة في السنة الأولى ثالثا أن أنا طبعا هاهتم بالخدمات والرياضة من أول يوم